اهلا بكم يا اصدقائي في سبوت اون المشاهير انتشرا قبل قليل اعلان الحلقة الرابعة والسبعون من الموسم الثالث من مسلسل طائر الرفراف وظهرت في بداية الاعلان سايران وهي تسبح ثم تظهر في المستشفى وهي تتلقى العلاج وتقول لها سونا هل سمعت يا سايران؟ فريد ابن القصر ينتقل من اجلك الى شقة وترد عليها سايران قائلة انا لم اريد اخرجوا الى الخارج لا اريد بعدها يظهر صوت فريد وهو يبكي ويقول احبك كثيرا احبك كثيرا وبعدها يقول الا زالت لا تريد رؤيتي ويقصد ان سايران لا تريد رؤيته ويكمل فريد حديثه قائلا اذا برأيك هل انا من تسببت بهذا السوء لها؟ ويقول هذا الكلام لسونا بعدها تظهر سايران وبجوارها سنان في المستشفى حيث رافقها طوال فترة علاجها وتقول اشياء قلت مستحيل ان تكون وان لا تحصل في الحياة وتظهر سايران مع سنان على البحر وتقول الموت احيانا حياة جديدة بعدها يظهر فريد مع ديار وهو يقبلها بمشهد جريء ويقول انتي والنسيان وترد عليه ديار قائلة برأيي ان السيان هو حكاية حب مستحيلة ثم تظهر اسماء والدة سايران وهي تتكلم مع سونا وتقول لها انتي افضل من يعرفها هل استطاعت سايران ان تنسى فريد؟ ثم يظهر عابدين وهو مع فريد ويقول له سايران عادت ويظهر فريد غاضب من هذا الخبر ومنها ويقول له عابدين فريد يوجد شيء اخر اسمع مني قبل ان تسمع من شخص اخر والخبر هو زواج سايران حيث تظهر سايران مع سنان وهي تعرض عليه الزواج قائلة هل تتزوج بي؟ ويكونان سنا وعابدين وقفين ويتفاجأون من عرض الزواج بعدها يظهر فريد ويرد على خبر زواج سايران ويقول لعابدين اوصل تمنياتي لها بالسعادة يا عابدين بعدها تظهر لقطة لسنان وهو يحتضن سايران احتفالا بقرار زواجهم ويظهر صوت اسماء وهي تقول لم يقولوا عبثا الأمهات تصنع عرش بناتهم ولكن لا تستطيع صنع حظهم أليس كذلك؟ ثم يظهر فريد وسايران في المركز التجاري وهما يشعران ببعضهما البعض وتقول سايران لن يأتي ويرد عليها عابدين قائلا ولكن انتي ستستمرين بالانتظار وتقول سايران لا اعرف ماذا افعل غير هذا يبدو ان الوقت توقف عندما ذهب فريد وهكذا ينتهي الاعلان ما رأيكم به شاركوني ارأيكم في التعليقات الى اللقاء بفيديو جديد ترجمة نانسي قنقر